موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين دعوات دولية لتجديد الهدنة في اليمن والحفاظ عليها وإنهاء معاناة اليمنيين موسيقى وحدات المنطقة العسكرية السابعة تخمذ كل التحركات الحوثية البائسة شمال غرب مأرب موسيقى إحياء عدد من الأمسيات الرمضانية في مأرب وتعز وتأكيد على مواصلة دعم الجيش الوطني موسيقى استهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الرئيس الدكتور رشاد العليم اليوم الأحد سفير جمهورية مصر العربية أحمد فاروق للبحث في العلاقات الثنائية ومسجدات الوضع المحلي وجهود إحلال السلام والاستقرار في اليمن وفي اللقاء هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس الشعب المصري بقيادة أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة نصر العاشر من رمضان متمنيا لمصر وشعبها كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة وذكر رئيس مجلس القيادة بدور مصر الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية ونظامه الجمهوري في مختلف المراحل وصولا إلى دورها العروبي والإنساني ضمن تحالف دعم شرعية وجهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشي الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسية بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي فتحت خلالها مصر أبوابها لاستقبال مئات الآلاف من اليمنين الباحثين عن ملاذ آمن للتعليم أو العلاج أو الاستثمار من جانبه أكد السفير أحمد فاروق موقف مصر الثابت إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية ودعمها لكافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار واستعادة مسار التنمية في البلاد كما أكد التزام مصر بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ونقل الشواغل والتسهيلات المطلوبة لليمنيين المقيمين والوافدين إلى الحكومة المصرية موضح أن الإجراءات التنظيمية الأخيرة بشأن أنظمة الإقامة والسفر جاءت لتشمل العديد من الجنسيات ولا تستهدف اليمنيين بعينهم قال المبعوث الأممي إلى اليمن هاس جرنبرغ إن الوصول إلى السلام في اليمن ممكن على الرغم من وجود مخاطر كبيرة وأضاف هانس في مقال بمناسبة الذكرى الأولى لإعنال الهدنة في اليمن قبل عام من اليوم اتفقت الأطراف المتحاربة في اليمن على هدنة استمرت ستة أشهر وانتهت في أكتوبر الماضي مثلت الهدنة لحظة من الأمل لكونها انفراجة نادرة في دورة من العنف والتصعيد استمرت دون انقطاع تقريبا على مدى ثمانية عوام أشار المبعوث الأممي للهدنة التي ما زالت قائمة إلى حد كبير رغم انتهاء مدة الاتفاق ويستمر تنفيذ الكثير من منودها حتى اليوم أكد المبعوث الأممي أنه ومع الزخم الوطني والإقليمي والدولي المتجدد للوصول إلى السلام في اليمن فإن تحقيق هذه الفرصة ممكن على الرغم من وجود مخاطر كبيرة كالتصعيد العسكري والاقتصادي والخطابي في الأسابيع الأخيرة وقال إن هذا التصعيد يذكرنا بها شاشة إنجازات الهدنة إن لم ترتكز على تقدم سياسي نحو حل سلمي للنزاع وشدد المبعوث الأممي إلى ضرورة حماية مكتسبات الهدنة والبناء عليها وصولاً للمزيد من الإجراءات الإنسانية ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وتسوية سياسية مستدامة تلبي تطلعات اليمنيين نساء ورجال كما شدد على ضرورة أن يتضمن أي ترتيب مؤقت أو جزئي جديد التزاماً واضحاً من الأطراف بأن يكون خطوة حقيقية على مسار حل سلمي يتوافق عليه اليمنيون واليمنيات من خلال عملية سياسية جامعة جددت فرنسا دعوتها للأطراف اليمنية للتفاوض من أجل تجديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة العام الماضي وحملت ميليشيا الحوثي مسؤولية عدم تجديدها في الثاني من أكتوبر الماضي جاء ذلك في بيان للسفارة الفرنسية لدى بلادنا بمناسبة الذكرى الأولى لإعلان الهدنة في اليمن التي استمرت لمدة نصف عام قبل أن تعيق الميليشيا الحوثية تجديدها باشتراطات تعجيزية وقالت السفارة الفرنسية في بيان إن الهدنة التي تم التوصل إليها من خلال وساطة الأمم المتحدة أتاحت إمكانية التخفيف من معاناة الشعب اليمني وشددت على ضرورة تجديدها والحفاظ عليها وقال البيان إن السلام والاستقرار في اليمن يتطلب حوارا مباشرا بين الحكومة والميليشيا الحوثية للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيقا لهذه الغاية تؤكد فرنسا على دعمها الكامل لجهود المبعوث الأممي السيد هانس جرنبورغ أكد بيان السفارة الفرنسية بأنه حان الوقت لإحلال السلام في اليمن قال قائد المكون البحري البريطاني قائد فرقة العمل المشتركة 150 العميد بحري فيليب دينيس إن تحليلا أجرته المملكة المتحدة بشان أسلحة مضبوطة في المياه الدولية خادص إلى أن هذه الأسلحة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي ومصدرها الحرس الثوري الإيراني وأكد العميد دينيس أن عملية التهريب التي تم إحباطها جرت برعاية الدولة الإيرانية أوضح العميد دينيس في حوار مع صحيفة الأيام البحرينية أن الأسلحة الإيرانية التي جرى تحليلها تضمنت صواريخ أرض جو ومحركات لصواريخ كروز تستخدم لمهاجمة الدول الأخرى وقد تم تقديم المعدات والأدلة المضبوطة إلى فريق خبراء الأمم المتحدة للنظر فيها وتحليلها بحماس كبير وبمعنويات عالية يرابط أبطال الجيش الوطني على امتداد المحاور القتالية في جبهات محافظة مأرب كاميرا سهيل رصدت الأجواء داخل المتارس في خط النهار حيث يرابط المقاتلون الأبطال بلا كلل ولا ملل وقد تمكنوا من إنهاك الميليشيا الحوثية وتدمير أحلامها على عتبات المحافظة السبائية نتابع كيف المعنويات كيف الأخبار؟ أحنا دارين أنزروا قنمه أقسم لكم بالله أوجزة أكسم لكم بالله هالعظم من الميليش كيف يكسروا من القنز؟ المعنويات عالية والعدو راقد راقد والله ما برفع راسي والله نحن فوقه فوقه وين ما يجع وين ما نشر بعده بعده وين بيروخ وين وحنا هانا به واقسم بالله ما يدي خطوة يحرم عليك الصوم يشر ما هو لا يمكن تصوم حتى نحرر أرضنا كامل من الذناب الأمام دامك رفيقي لي تشاركني المواجع والهم ومباظلنا وياك في الجبهات عام بعد عام والله المعنويات فوق الثرية وما كافر يرفع راسي حريق بانح رقم حريق الرسالة الثانية نوجهها للقيادة السياسية نقول لهم شهر كريم وكل عامهم بخير وأننا فئة مجاهزية للقضاء على أي تمرد أو أي حركة الميليسيات الحوذية قل لهم رانبات رجع وتتسلم وارض صعد قسم لا نبترع فيها والذي قد ظلم لا بد ما يظلم والحقق دون بات رجع لراعيها واليمن من غزها يا مجوسين دم وسألوا الترك والأحباش حاكيها نسألوا الترك والأحباش حاكيها وانظروا اليوم جيشك في الرمال يهزم والقواء حقكم خابت منويها قل لعبد الملك في الكهف ما يعدم واليمن من غزها نعدم فيها نحن هنا مرابطون في سبيل الله سبحانه وتعالى في عرض الرباط في شهر القهاد شهر الصوم والعبادة وشهر القهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى نحن مرابطين في قبهة ترغوان نحن نتكلم على الكانويتي هذا والحوذي نحن نطارده حتى لو نوفي بآخر قدرة من دمائنا بالروح بالدم نفديك يا يمن أكد العقيد عبد المجيد الجابري رئيس عمليات اللواء السابع أن وحدات المنطقة العسكرية السابعة في جاهزية قتالية عالية مؤكدا أن الوحدات القتالية أخمدت كل التحركات الحوثية البائسة على امتداد جبهات المنطقة العسكرية السابعة العقيد عبد المجيد الجابري رئيس عمليات اللواء السابع أخباركم وأخبار جبهات رغوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على إشارة المنسلين أولا أشكر هذه القناة على إثاحة هذه الفرصة الذي أستطيع من خلالها أن أجدد العهد لله والوطن والثورة والوحدة والإدماء الشهداء ولقيادتنا السياسية والعسكرية وأكد لهم بأننا سنظل الصخرة الصماء التي تتحطم أمامها كل المؤامرات وأكد لهم بأننا جاهزين للدفاع والقتال عن وطننا وعن عقيدتنا حتى آخر قطرة من دمائنا نحن بجاهزية قتالية عالية وكاملة للدفاع عن هذا الوطن وعن هذه المنطقة وإخماد أي تحركات للعدو رسالتي للشعب وخاصة التي تحت حكم الماليشيات أقول لهم نحن هنا من أجلكم من أجل تحريركم من أجل أن تكونوا أحرار فلا تنجروا وراءهم من أجل أن تكونوا عبيد في العاشر من رمضان قبل عامين كانت الضال على موعد مع الانتصار حيث تمكن أبطالها من استعادة مساحات واسعة كانت ميليشيا الإرهاب الحوثية قد سيطرت عليها إثر هجوم هو الأعنف الذي شنته على مواقع الجيش والمقاومة آنذاك لكن أبطال القوات المشتركة كانوا لهم بالمرصاد الزميل فوزي المريسي يروي تفاصيل الذكرى في سياق التقرير التالي للأبطال في الضالع حكايات مختلفة مع أيام شهر رمضان المبارك ففي مثل هذا اليوم العاشر من رمضان قبل عامين كان الأبطال مع موعد للناصر وفي شعاب نقيل الشيم وعلى سفوح صامح وبين حمر والفاخر ارتفعت تكبيرات التحرير لتعانق الجبال الأزارق وسفوح وادي حاجر يوم خطه الأبطال بدمائهم الزكية فيه كسر الحصار عن مريس واستعادت مساحات شاسعة كانت ميليشيا الحوثي الإنقلابية قد تمكنت من السيطرة عليها إذ رأعنا فجوم شنته على الضالع منذ بداية الحرب قبل ثماني سنوات بالله عليكم شاهدوا شاهدوا ماذا عملت فجرت الجسر الذي يمر منه المواطنين اليمنيين مفجر بالكامل كما تشاهدوا الآثار كذلك العبوات والألغام من تشرب هذه الأماكب بقرية فردها بشكل كبير لكن الحمد لله استطاع الأبطال الوصول إلى هنا دسنا على الألغام ودسنا على الأبوات ولن تعقونا مهما عملتم وحررنا هذه المناطق الحمد لله وهذا هو الطريق لأن مفتدحته وإن كان مفجر هذا سنرجمه بعد قليل إن شاء الله يبقى العاشر من رمضان تاريخ يستعصي على النسيان وتبقى الضالع قلعة شموخ وساحة عز وانتصار ويبقى صمود أبطالها قصص محفورة في ذاكرة الأجيال فوز المريسي قناة سهيل الضالع أعلن مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نزع أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمائة لغم وقذيفة غير متفجرة خلال شهر مارس المنصر كانت ميليش الحوثي زرعتها في عدد من المحافظات اليمنية أوضح المشروع في تقرير أن إجمالية الألغام والذخائر غير المتفجرة المنزوعة خلال المهمة الإنسانية لمشروع مسام منذ انطلاقه حتى اليوم بلغت أكثر من ثلاثمائة وثلاثة وتسعين ألف لغم وذخيرة غير متفجرة أشار التقرير لأن مسام نفذ خلال مارس الماضي عملية إطلاف مأمونة لخمسة آلاف وستمائة وسبعة وعشرين لغماً وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة أدانت منظمة سام للحقوق والحريات انتهاكات ميليش الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في محافظتي إب ومأرب وأعربت سام عن قلقها من حملات الاختطافات والانتشار المسلح الذي تنفذه الميليش الحوثية منذ نحو عشرة أيام إلى جانب فرض القيود على حركة سكان بعض أحياء مدينة إب القديمة على خلفية تشيع الناشط حمد المكحل وقالت سام في بيان إنما رصدته من انتهاكات خلال الأيام القليلة الماضية يظهر عكس ما تروج له جماعة الحوثي من استعدادها لعقد اتفاق هدنة مع الأطراف في اليمن كما أنه يشكل اعتداء وحشيا على حرمة شهر رمضان ويعكس العقلية القتالية العدوانية لدى جماعة الحوثي على حساب حماية المدنيين وحقوقهم الأساسية على صعيد آخر أدانت المنظمة حملات النزوح القسري التي تعرض لها سكان عدد من القرى في مدنية حريب جنوبي مأرب جراء عمليات القصف الحوثية التي طالت القرى السكنية بالتزامن مع تصعيدها وعدوانها العسكري في المنطقة أقدم أحد عناصر ميليشي الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة مساء أمس على قتل وإصابة خمسة من أفراد عائلته وقالت مصادر محلية إن المسلح الحوثي اقتحم منزل ابنته في قرية الكلانية بمديرية المنصورية وأطلق النار ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة وأوضحت المصادر أن القتلى جميعهم من عائلة المسلح وهم زوج ابنته ونجليها فيما أصيبت هي الأخرى إلى جانب أخت الجاني بجروح خطيرة وتم نقلهما إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات محافظة الحديدة شرت المصادر إلى أن القاتل ارتكب جريمته بعد أيام من عودته من إحدى الدورات الثقافية الطائفية التي تقيمها الميليشي الحوثية المدعومة إيرانيا لاستقطاب وتجنيد الأشخاص وتحريضهم على العنف والجريمة والإرهاب تتخذ ميليشي الحوث الإرهابية من مواسم الخير الرمضانية وسيلة في نهب أبناء الحديدة وتعميق معاناتهم من خلال نهب الأموال الخاصة والعامة ومصادرتها للرواتب والإرادات وتسخيرها للصالح مجهودها وعدوانها الحربي ضد اليمنيين بينما تعرش مأساس الفاقة والفقر والمجاعة في أرجاء المحافظة المنهوبة هكذا تبدو أرصفة الفقر والمجاعة بمدينة الحديدة شاهد إدانة على وحشية ميليشي الحوث الإرهابية مواطنون يتكومون في الشوارع والأزقة والحارات مثقلين بالهموم والديون وفي أسواق فقيرة أملا في الحياة واستعادة الدولة والأعمال والوظائف التي فقدوها منذ اجتياح ميليشي الحوث الإيرانية لمحافظة الحديدة الحديدة الآن أصبحت تعاني من الحر وانقطع الكهرباء الحديدة تعاني حتى من شربة الماء الآن أحياء في هذا اليوم ونحن في رمضان أحياء كثيرة في مدينة الحديدة مقطوعا الماء لعدة أيام ماذا جلبت هذه الميليشيات لمدينة الحديدة لم تجلب لها إلا الخراب والدمار فقط يعرش الفقر والجوع في أحيائهم السكنية بلا كهرباء ولا رواتب ولا خدمات بعد أن صادرت ميليشي الحوث الإرهابية كل مقومات الحياة وحولت إرادات الحديدة والأموال التي نهبتها من قوت المواطنين وحقوقهم وانتزعتها من جلودهم وأفواههم وحولتها إلى فلل وسيارات فارهة وشركات وأرصدة لعناصرها الإرهابية والله أجواء رمضان حسب ما نتصل هناك ونسأل أجواء رمضان بالنسبة للناس سيئة جدا 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 للغاية الوضع سيئ وكان من سابق الوضع في محافظة الحديدة بشكل عام وضع مفتعب وزاد تعبا وشدة وسوءا بعدما جاء الحوثيون وفرضوا على الناس عتاوات وضرائب وقطعوا الطرقات تتوزع ميليشيا الحوثي الإرهابية منهوبات الإرادات من الجمارك التي وصلت إلى أربعة مئة مليار إضافة إلى مئة مليار من الزكوات ومئة مليارات من الضرائب والرسوم الغير القانونية في مواسم تمارس ميليشيا الحوثي الإرهابية تحت سقفها نهب مدخرات ومعيشة المواطنين وحولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق عبد الحفظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة نظمت المقاومة الشعبية لمحافظة المحويت مسأمس أمسية رمضانية لأبناء المحافظة المتواجدين في محافظة مأرب تحت شعار الاستفاف الوطني طريقنا إلى النصر أقامت المقاومة الشعبية بمحافظة المحويت أمسية رمضانية لأبناء المحافظة في مدينة مأرب تحت شعار الاستفاف الوطني طريقنا إلى النصر ألقيت فيها عدد من الكلمات والمواعظ والخواطر الدينية التي حثت على المحبة والأخوة وتعزيز مبدأ التكافل وأكدت إصرار أبناء المحويت على مساندة الدولة لاستعادة سيطرتها على كامل التراب الوطني هذه المناسبة وهذه الأمسية لأبناء محاوظة المحويت نخاطف فيها الجميع نخاطف فيها إخوتنا في المحويت بأننا مصرون كبقية أبناء المحافظات لا خيار أمامنا إلا استعادة الدولة لا خيار أمامنا وأمام كل المحافظات وأمام مقاومة الشعبية وأمام الجيه الوطني وأمام الحكومة إلا استعادة الدولة لا يوجد خير آخر فنحن مصرون وعازمون حثت الأمسية على التمسك بالثوابت الدينية والوطنية وأكدت أن محافظة المحويت التي قدمت خيرة رجالها لتخليص اليمن من بطش ميليشيا الكهنوت الحوثي ستظل ثابتة على مواقفها الوطنية حتى تستعيد اليمن دولتها وأمجادها الضاربة في عمق التاريخ نحن الآن بدأنا من مملكة سبا وصنعي مملكة سبا وأبناء الدحضان والإتباق الوطني إن شاء الله والمقاومة ستكون أقوى وهجها لكي نجد هذا الكهنوت في الفعالية قدمت العديد من الفقرات والمشاركات الشعرية والفنية التي نالت استحسان الحاضرين محمد القليصي لقناة سهيل مأرب دعت مقاومة مديرية الحيمة الداخلية في أمسيتها التي أقامتها بمدينة مأرب قيادة الجيش الوطني إلى استمرار جاهزيتهم القتالية وأكيدة أن السبيل لإيقاف الصلف والعدوان الحوثي وحسم المعركة الوطنية واستعادة الدولة من يد الميليشيا الإيرانية أقامت مقاومة الحيمة الداخلية أمسية رمضانية بمدينة مأرب تحت شعار رمضان تزكية وجهاد دعت فيها إلى رفض الظلم الحوثي من خلال استمرار إسناد الجيش الوطني في معركته ضد ميليشيا الكهنوت وأكدت أن الطريق الوحيد إلى إيقاف الصلف الحوثي هو حسم المعركة الوطنية والسعادة الدولة من يد الميليشيات قيمة هذه الأمسية الرمضانية لأبناء مقاومة الحيمة الداخلية ذلك برعاية مقاومة محافظة الصنعاء وتأتي هذه الفعالية تأكيدا على الأخوة والتلاحم الوطني فيما بين أبناء مديرية الحيمة الداخلية وتأكيدا على الهوية الوطنية ورفض الميليشيات الحوثي وتأكيدا على استمرارناء في الكفاح المسلح والمقاومة إسناد للجيش الوطني حتى انتهى الانقلاب ودهره دعت الأمسية التي أقيمت برعاية المجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء قيادة الجيش الوطني للسمرار جاهزيته وتعبئته استعدادا لإكمال مشواره النضالي الذي قدم فيه مع المقاومة الشعبية خيرة رجال الوطن على امتداد سنوات الحرب مع الميليشيات الحوثية المقاومة الشعبية هي المدد الاستراتيجي والروح النابض باسم الشعب اليمني كامل وستظل شعلة يعني شعلة توقد من أجل إزاحة المشروع الكهنوتي الظالم عن أبناء الشعب اليمني كامل المقاومة الشعبية هي المدد للجيش الوطني وهي السند له منذ القدم وإن شاء الله الكل المستعدين للتحرير هذا الوطن الغالي تخلل الفعالية التي حضرها عدد من القيادات العسكرية والاجتماعية وجمع من أبناء المديرية فقرات ثنية ومسرحية وقصائد شعرية تعهدت بالوفاء لأهداف الثورات اليمنية واستمرار مقاومة الكهنوت الحوثي حتى النصر محمد القليصي لقناة سهيل مأرب نظمت مؤسسة رواب التنموية في محافظة مأرب أمسية رمضانية لأبناء مديريات بني بهلول وبلاد الروس وسنحان بمحافظة صنعاء لإحياء روح التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك تحت شعار رمضان شهر الخير والإحسان قامت مؤسسة الرواب التنموية في مأرب الأمسية الرمضانية لأبناء مديريات بني بهلول وبلاد الروس وسنحان بمحافظة صنعاء لإحياء روح التكافل والإحسان في الشهر الفضيل أمسية يجتمع فيها جميع المرابطين والمجاهدين والذي هم موجودين هنا ما عدا الذي هم في الجبهات ويجتمع فيها ليتلاقوا الأمسية التي هدفت على التأكيد على طريق الكفاح والنظال والاستبسال في هزيمة الإمامين واستعادة الدولة ومؤسساتها وتحصين المجتمع ومعرفة مخططات الميليشيات الحوثية هذه الأمسية وهذه الفعالية وهذه الأمسية والفعالية إنما أقيمت دعماً ومسانداً للجيش الوطني وحشت الجهود الشعبية والمالية في مساندة ومؤازرة الأبطال الميامين الذين يرابطون في الثغور وهذا إنما يدل على تآزر المقاومة مع الجيش حذر الفعالية مشايخ ووجهات اجتماعية وضباط عسكريين من أبناء المدريات الثلاث حثت كلماتهم إلى توحيد الصف والاهتمام بالمرابطين والمقاتلين في جبهات القتال وتجسيد معاني الإخوة بين أبناء المجتمع هدفنا هو تنمية الوعي لدى الحاضنة الاجتماعية للأفراد الذين هم في الجبهات والمقاتلين وأيضا من أجل تعاون الناس على تلبية طلبات واحتياجات الجبهة والشهداء وابناء الشهداء وأكدت الفعالية على أهمية استمرار النظل حتى تحقيق النصر والاهتمام بأسر الشهداء ومعالجة الجرحة وأطلاق أسراح الأسرى والمختطفون الذين يقبعون في السجون الحوثية نظم فرع التجمع اليمني للإصلاح بمديرية القاهرة سمرا رمضانيا للوجاهات الاجتماعية والمشايخ والعقال لتدارس الأوضاع في المحافظة وعموم الوطن والتأكيد على المزيد من العمل مع كافة القوى السياسية والاجتماعية لرص الصفوف في وجه العدو الحوثي الإيراني بصفة دورية يلتقي التجمع اليمني للإصلاح بتعزب أعضائه ومناصره للتشاور حول أهم القضايا الوطنية هذه المرة كان اللقاء بمديرية القاهرة وسط مدينة تعزب سمر الرمضاني نجتمع الناس على الخير نجتمع الناس على الأمور المشاركة الأمر الآخر أن نعمل لإصطفاف الأبناء المديرية يصطفوا مع بعض على أساس مواجهة الفكر الحوثي السلالي الذي يهيمن على المناطق الشمالية والتي يعني غذيهم بأفكار دخيلة عن الإسلام والمسلمين وذلك يعني نحن نلتقي اليوم هنا في هذا السمر لتوعية لأن نناقش وأن نتناه سمر وأن نتناقش في كثير من القضايا لتهم أبناء المجتمع وأيضا القانب الأخلاقي قانب التقوية الحاضنة التقاء القادة والقواعد بالحزب من أهم الأنشطة التي تقام للاستماع للقيادة عما يدور على مستوى الوطن اليمني والاستماع من الأعضاء والمناصرين عنهم من السكان العامة التي كثرت وتعظمت خلال سنوات الحرب والحصار لدينا رسائل لهؤلاء جميعا لكل أبناء اليمن ولكل أبناء مديرية القاهرة بأن لدينا عدو واحد مشترك هذا العدو الذي يريد أن يستأثر بهذا الوطن وأن يدمر هذا الوطن بمشروعه الإنقلابية الكهنوتي علينا جميعا أن نرص الصفوف صفا واحدا فد هذا العدو الذي يستهدف الإنسان بنفسه لا يستهدف فيه معينة إنما يستهدف الشعب اليمني بأكمله فهو مشروع تدمير ومشروع خراب لهذا البلد لا يؤمن إلا بالعنف والإرهاب والقتل والتشريد فعلى جميع اليمنيين من يؤمن بالحرية والعدالة والجمهورية ومبادئ الجمهورية أن يصطف اليوم مع المشروع الوطني الجمع ضد هذه الفئة الضالة المضلة الالتقاء يعزز من الترابط والتلاحم بين مكونات الحزب المختلفة ويطلع الأعضاء على كل جديد ويدمجهم في وحدة الصف الجمهوري في وجه السلالة وإرهابها بحق اليمنيين وممارسته طوال ثمان سنوات كونها العدو الوحيد للشعب اليمني قاطبة دعت الأمم المتحدة إلى إغاثة النازحين اليمنيين خلال شهر رمضان المبارك من أموال الزكاة عبر التبرع لصندوق الزكاة التابع لها وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان إن اللاجئين والنازحين يشهدون رمضان بعيدا عن الديار والأحبة أوضحت أن الفئات الأكثر ضعفا في اليمن بحاجة إلى الدعم والتكافل أكثر من أي وقت مضى وشارت المفوضية إلى أن الزكاة تساعد في رعاية احتياج أسر أسر الآلاف من النازحين من الغذاء والماء والمأوى والدواء وغير ذلك خلال هذه الأيام المباركة وفق الإحصائيات الأممية يوجد أكثر من أربعة ملايين نازح في اليمن معظمهم في محافظة مأرب ويعانون من أوضاع إنسانية كارثية في ظل قلة دعم منظمات الإغاثة الدولية وتعهدات المانحين أبرمت الحكومة اتفاقا مع إحدى الشركات الانتشال 22 سفين غارقة في ميناء الاستياد بالعاصمة الموقتة عدن كما وضعت خطة أولوية أولية للتخلص من 12 ناقلة نفط متهالكة موجودة في الميناء التجاري بغرض تحويلها إلى بيئات اصطناعية للأسماك والحفاظ على عدم جراف التربة وقالت وزارة الزراعة والثروة السماكية إنها ناقشت مع شركة الترتيبات المتعلقة بتنفيذ عمليات انتشال السفن الغارقة في الميناء الواقع في منطقة حجيف والخطة التي وضعتها لتنفيذ عملية انتشال السفن الغارقة في حوض الميناء وشددت على أهمية البدء بالأعمال وإدخال المعدات التي سيجري خلالها انتشال وتقطيع السفن الغارقة وإخراجها من الميناء وشددت الوزارة على ضرورة بذل جهد مضاعف في تنفيذ أعمال إخراج السفن الغارقة من حوض الميناء والالتزام بالفترة الزمنية المحددة والحرص على أن لا تؤثر تلك الأعمال في المجرى الرئيسي للملاحة وفقا لبيانات الحكومة فقد أبدت ألمانيا رغبتها في تمويل مشروع إعادة تأهيل الميناء على أن يتولى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مهمة تنفيذ المشروع الذي تبلغ كل فتوه التقديرية مبلغ 20 مليون دولار أقام المجلس العزابي بالعاصمة الموقتة عدن إفطارا جماعيا بحضور ومشاركة المئات من الشباب الإفطار الجماعي الذي يقام للسنة السادسة على التوالي نظم في ساحة كورنيش جعفر محمد سعد بمدينة كورمكسر وتضمنت الفعالية عددا من الأنشطة الاجتماعية والثقافية كالمسابقات والعروض الثقافية والتي تهدف إلى خلق أجواء من المرح والمتعة وشكلت الفعالية الرمضانية فرصة للشباب للتواصل وتعزيز روح الأخوة والتضامن والتعاون بينهم وتعزيز العلاقات الاجتماعية والثقافية بين أفراد المجتمع ويحرص المجلس على تنظيم هذا الإفطار سنويا لتعزيز الروح لاجتماعية الإيجابية بين الشباب ودعم أواصل المحبة والإخاء والتواصل بينهم وإطفاء الشعور بالأجواء الروحانية خلال الشهر الكريم هدفنا اللي هو كل سنة نحققه من هذه الفعاليات اللي نسويها والتقمعات موضوع التعزيز الروح بين الشباب الروح المحبة والأخوة والألفة بينهم وهذا اللي نصله دائماً ونحققه دائماً يعني من يوم ما بدأنا ونحن سبعين شخص كنا نفطر مع بعض الآن ما شاء الله وصلنا للألاف وحققنا ما شاء الله هذه السنة الشغلة الثانية اللي هي نشرنا خارج عدن معنا الآن الشباب اللي كانوا موجودين معنا السنوات الماضية وهم الآن في الخارج نقلوا التقربة هذه برع في هولندا فرنسا ألمانيا في مصر في السعودية في الإمارات إن شاء الله نستمر بهذه التقمعات الطيبة ونشوف في بالناشة الطيبة اللي هنا طبعاً أنا كانت في الغربة والأول مرة أحضر التقمع هذا والاحتفال هذا في رمضان وشي طيب ومام الشباب الطيبة ونهنئ كل أبناء عدن على هذه الفعالية الجميلة ونتمنى التكرارها في كل سنة لأنها قدامك قدام عينك مودة وحب ورحمة وألفة وقابلة الأصحاب صراحة بالنسبة لي يعني تقدر تقمع الشباب كامل داخل عدن تقمعهم صغار وكبار في مكان واحد تخرج كده شوية من طاقتك السلبية تشوف الشباب اللي لك فترة ما تشوفهم وهذا طبعاً السادس وأنا حضرتهم الستة كامل من واحدة للثانية أشوف فيه تطوير كبير ونشكر كل القهود القائمة على هذا الفعالية وإن شاء الله فتقدم دائماً إن شاء الله جهود كبيرة يبذلها الشباب في تنفيذ المبادرات الخيرية والخاصة بإفطار الصائمين بمحافظة المهرة لتوزيع الوجبات الجاهزة على المارين في الشوارع خلال أيام شهر رمضان للتخفيف من معاناتهم دور فاعل يقدمه الشباب هنا من خلال تبني المبادرات التطوعية والبحث عن جهات مساندة لأعمالهم الخيرية خلال شهر رمضان كهؤلاء الذين يقومون بتوزيع الوجبات الجاهزة على المارين في شوارع مديرية الغيظة بشكل يومي كنوعاً من المساعدة للصائمين من أصحاب الدخل المحدود يوم قمنا في توزيع فطار صائم في محافظة المارة وتم توزيعها بنجاح ونشكر الداعمين في مبادرة فطار صائم وندعو فاعلين الخير بالتطوع لفطار الصيام بعض المحتاجين من المساعدات لفطار الصائم الفكرة التي تبناها الشاب زيد الخير بن علي رغم معاناته من آلام مرض الفشل الكلوي إلا أنه تحدى كل المعوقات في سبيل تقديم مثل هذه الأعمال الإنسانية بعد حصوله على مبالغ مالية من الخيرين لإنجاح مبادرته الخاصة بإفطار الصائم فكرة المبادرة هي عملية الخروج من المرض بدل الجلوس في البيت والألام يحاول واحد أن يخرج يسوي أي حاجة حتى ولو كان عمل تطوعي في الأخير تضع لك بصمة مع المكتب حتى ولو الإنسان مريض أو تعبان يحاول أنه يفعل أي خير بالنسبة لنا هو العمل تم بمتابعيني في الواتساب حاولت أني أجمع منهم والحمد لله ما جمعنا إلا كمية قليلة وقدرنا أن نوزعها خلال هذه الأيام وأنا أدعو إلى أن المجتمع يحاول أنه يساهم بأكثر من كذا عشان الناس يستفيد خاصة الصائمين ويقدر الإنسان أنه يتكفل بععدات كبيرة من الوجبات مبادرة قسدت مدى الوعي الذي يحمله الشباب في رسم الإبتسامة على أوجه الفقراء وهم بحاجة إلى من يشجع مثل هذه الجهود الذاتية لضمان استمرارها وتوسعها على مستوى مديريات المحافظة خصوصا خلال أيام هذا الشهر الفضيل الذي يتعظم فيه البذل والعطاء والتكافل المجتمعي أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرى نشرتنا انتهت وعود إلى أهم عنوينها دعوات دولية لتجديد الهدنة في اليمن والحفاظ عليها وإنهاء معاناة اليمنيين وحدات المنطقة العسكرية السابعة تخمذ كل التحركات الحوثية البائسة شمال غرب مأرب إحياء عدد من الأمسيات الرمضانية في مأرب وتعز وتأكيد على مواصلة دعم الجيش الوطني للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نت وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة